شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان لهم الدين الحالة الثانية حالة الدوم لا حكم كذنبا جغلا شرعي خواه سبحانه وتعالى كابريتيا لا الجحود أيما طبعا هم جارية ودوارئكي نوجور حكم كذنبان هي نوجور حكم كذنبان هي با جغلا شرعي خواه سبحانه وتعالى نومان هي ششية كم كباس يعني كن كفري أكبر ودوارهم السيدانين كفري أصغرهم وأيهم كفر يعني اسم حرام حرام قورا شرعي خرافا في العروس انساني مسلمان ديرك تعالى حكم كذنبان كتاب والسنة الكنبانية وفي الأمور صلاة الله عليه وسلم اثم سرعي الجحود الجحود يعني إنكار إنكار كذنبا سورتها يعني الشوازي حكمي جحود كامية أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحد الحكم الله يعني بلئي باورم با ديني ها باورم با ديني نفي دين بكيت وإن كالي دين بكيت بلاام حكمي لغاليا بشي بحكم بغير شرعي خواب كي سبحانه وتعالى حكمها أم الشوازي اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة يعني علماء يقدن قن لسر أويكا أم حالة إنسان يبقى كفري أكبرا كفري أكبري شوية كإنسان لدائر وبازني إسلام دلكات درواء دليل ذلك أمران بلقي أم حكمة أويكا دوشتن اتفاق أهل السنة على من على كفر من جاحد شيئا من دين الله يعني بشي وعزي شرعها لإسلام معلومة علماء متفقن لسر أويكا هركسيك كيف تركك الذين بغير شرعها لدينا؟ البيت أنك مالك فيكا فيه ممكن لسر أويكا بغير شرعها لدينا الكثيرين وحكمت لكنهم لم تعدل لدينا كفر جاحدًا لدينا قال ابن باز رحمه الله وهكذا الحكم في حق من جاحد شيئا مما أوجبه الله فإنه كافر المرتد عن الإسلام بإجماع أهل العلم فلقد أن سيكون هناك نوعا من أصحاب مما يحر أعيسا فعلم أيضا في القرية مثل حكم بغير ما أنزر الله به كفر أتفاق أهل السنة وعلى كفر من جهد وجوب الحكم بما أنزر الله فسيح أن نحكم فإن شريع واجب هذا يريد نمتلك الآن يظهر جيداً، يظهر وجود وعاجب جيداً، يظهر وجود وعاجب جيداً كما يقول إلا ما هو الشرع بإعتماعه في الشرع لم يقول هذا الشرع أنه حاكم لا يقول أن يؤسر الشرع، لكنه لا يؤسر أنه حكومات لم يتغيب الشرع، لا يتدخل الإسلامي الصلاة أو الدولاد لا يوجد إن دولاد التوجه أرى، فإن الشرع لا يوجد واجب أن يؤسر علمي هذا هو بمقصي بكافرده وحساسا وإنه في كدني حكم دليل الزور هاتوا لقرآن والسنة هذا بشي بكري حكم بشرع بكري ألا له الخلق والأمر يعني الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله كن آيات بدأها لم جورا لم أحكامنا هاتوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ديها آياتها تولى السنة وجوب الحكم بما أنزل الله بالشريعة كابر دي إنكاريك اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله قال محمد بن إبراهيم مفتي سعود يابو شيخي شيخ بن بازو أوانا في هذه الحالة وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم لبين أهل العلم دهيش خلاف نيع فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة يعني كفري أكبر ساني بلا دين درجة دلواء وتتعلق بهذه الحالة مسائل أما مسائل علمين وطالب علم وما وسائل أهل العلم مسأليك يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله يعني كسي أقرب يعني حكم بجغل شرعي جنك هل ما عليك ويابي حكم بشرعي بك بلا بلا حكم بشرع واجبني حكم بشرع بك بس بلا واجبني إنكاري وجوب حكمك إنكاري حكم بشرع بك كفر ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله ما دام يجحد حكم الله تعالى أما يك دوام المسألة الثانية الجحود أمر قلبي جحود إنكار كردين فعل نية إشي قلبة يعني فعل جوارح نية وذلك أن حقيقته أن ينكر الشيء بظاهره مع الإخرار به في باطنهم إنكاري شتكك بظاهر ما دام إنكاري أك أو إنكار هو جحود وقال الفيروز آبادي رحمه الله جحده جحده عفوا أنكره مع علمي يعني كسب باوري بشتك به عفوا علمي بشتك به علمي فيها برام إنكاري إنكاري أو جحود يعني علمي بشتك هيا وكوهي كفرعون وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم يعني علموها بدل زانيا برام إنكاري أقول وما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح كأبو تشوم زين كسي ككفركي يا حكم نكي بالشريع بشي جحود لم بشي إلا بالتصريحك إلا بالتصريح بما في النفس المسألة الثالثة لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعلي بأنه جاحد لا يوجد بأنه جاحد بأنه جاحد بأنه جاحد أو بأنه جاحد مدام حكم بغير شرعك يعني بغير وجوب الحكم بالشرع نية كسي قبي نية حكم بشريع بأنه جاحد مدام ناية إذا إنكاريك نخير يعني قرائن دورنا بني الحالة الثالثة يعني لحكم كدن بجغل الشرع إخوة التكذيب يعني يعني صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذبا حكم الله يعني حكمها اتفق على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر أمشتيا كفر أكبر وكحكم دليل كشتيا اتفاق أهل السنة على كفر من كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله وقال ابن تيمية رحمه الله فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر يعني فرقي تكذيب لقل جهودا شيئا أم يم تكذيب باورنبونا شوازي كراها باورنبونا بخوابه بخوابه بقرآن بدين بشيء أو يامشي جهد حكمك فقط باورنبونا بحكمك وتتعلق بهذه الحالة خمس مسائل ديسان بينش مسألي علمي باورنبونا أم بشيانوى المسألة الأولى يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما عنزل الله تنانكسي أقرحكم بجغل شرعي جنك ما دام باورنبونا بشرعي خواب باورنبونا بقرآن بسنة بشيء بيكافر دبي المسألة الثانية قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأياد الله يجحدون فنفى الله عنهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت الجحود في حقهم مما دل على تغيرهما إن ليلا لم آيتا أقد قد بدن فإنهم لا يكذبونك كذبونك بسي قال الله تعالى كافراني قال الله تعالى أزان أن تأتون أزان أن تأتون أزان أن تأتون وكافران و لكن الظالمين يعني المشركين الكافران بآيات الله يجحدون أزاناً بلان إنكارياً كوابو لم آياته بمن دار كود فرق لانيوان شي هيا الجحود شيتر التكذيب الجحود التكذيب وأثبت الجحود في حقي مما دل على تغيرهم آيات بلغين لسلق جحود هيا شتيكا وتكذيب شتيكا ومن الفروق بينهما يعني يكيق لو فرقانيكا لانيوان جاحد جحود لقل تكذيبها هيا أن الجاحد يعتقد في قلبه خلاف ما جحد وقد تقدم يعني جاحد أو هيا لدلياشتكا هيا وجحدوا بيها واستيقنتها أنفسهم يعني ما فرق جاحد أو هيا لدل الله علمي بيها هيا برام إنكاري شيئكا وأما المكذب فلا يعتقد في قلبه إلا ما أظهره من التكذيب برام كسيئك باوري بشتيقني لدلي دا باوري نيط ولا دمي شيئا نيط أما المكذب كابو أقر كسيئك لدلي شيئا باوري بحكمي خواهبو بس لدمي دا يعني لتصريحي دا براش كاوي إنكاريك ما كفركي كفريشيا جحود بلا ما أقر كسيئك لدلي دا باوري نبو لدمي شيئا هرنيب كفركي شجوه لكا تكذيب جوهي تكذيب الثالثة التكذيب و عمر قلبي باور نبو ما قلبه كسي وعايا فلا كسي حكم بشري حكم بشري باوري پيني لذلك باوري پيني باوري پيني عجزاني ديني خواب عشو خواه لهم کسي باشتراو ديني خشي لهم وديني باشتراو عجزاني بانونا أوه عشزاني مرجنية باوري نبو التكذيب أمر قلبي وذلك أن حقيقته أن يكذب الشيء بظاهره ويعتقد كذبه في باطنه يعني حقيقة التكذيب وهي بظاهر إن كاايني اكاا باورن بديني باورن بحكم بخواني اعوذ الله لدلي الشداء فالصول لكاوري بيني اما تكذيب فارقي لكا الجحود قال ابن القيم رحمه الله فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذِيبُ فَهُوَ اِعْتِقَادُ كَذِبِ الرُّسُلِ يعني كُفْرِ التَّكْذِيبَ اوَيَا كَسَكَانٍ كَافْرَكَانٍ كُنْبُونَ بَاوَابُ وَكَأَمْ بِغَمْبَرَانَا بِغَمْبَرٍ نِنْدْرَوْدَكَنْ أَمْي كَذِيلِ بَلَام جُحُودُ وَانِيَا أَمْبَرٍ وَانِيَا أَيْا كَالِيَا أَقُولُ وَمَا كَانَ أَمْرًا قَلْبِيًا فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ لَيْا كَالْبِي بِغَمْ أي ستشكى لك إلا بِغَمْبَرَاشْكَاوِ كَسَكَ بِيلَهُ بما في النفس مسألة لا أثر للقرائن هذه المشيحة تصريحه براش كو لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل لحكم كدن بجغل شرعي خواه التفضيل كسيك تشيبكات اما الشوازكات ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكم غير الله افضل من حكم الله حكم بقانوني بان من فرنسيكا داني ماريشيكا بريطانيكا بلاي لا قانوني خواه باشترا باشا بلام بشيب الله نك حكم بيبكا كسانا يسلاما بحراتي لها الولاياتيكي اسلامي بولنا لابريق حكم بشار قانوني كي فرنسيان داناو مجرد داناني قانونكا ايش كدن بقانونكا او امنية او استبدال لنسري ايه كفري اكبر ايان اصغر اما حكم كي جغل شرعي خواه دانيت بدل باور ربيطي لشارعي خواه باشترا اما التفضيل اما ريكو الراس بيته كفري اكبر لابرهم لقل بيبكا بيبكا بقاتوا حديثة كان ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكم غير الله افضل من حكم الله حكم امجورت شنع اتفقوا على ان هذه الحالة مكفرة الكفرة الاكبر ليسانا مش انسان لبازني اسلام داركات داروا دليل ذلك بالقل الله سلامه امران دوشته الامر الاول انا معتقدا هاذا مكذبون كون بزانين كسيك اغل تفضيلي اشتاك بسرشتاك دا كفري اكبرا اليه كسيك اغلوابو اعتقادو بيروا واروابو كججل لشرع الله لا شرع الله باشتراك يعني امجي مكذبون لقوله ام آيتي بدلوا خسرتوا لقول الله تعالى عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون شاها حكمي لحكم خوا باشتراك بسحانه وتعالى وكسانك اغر يقينا هي علما هي يعني استا تفضيلي جدا تكذيبا اي لا احد احسن من الله حكم الامر الثاني دليل دوام الاجماع قال ابن باز رحمه الله من حكم بغير ما انزل الله هالكس جغل شرعي خوا بجغل شرعي خوا حكمك برامتي افرمي يرى ذلك احسن من شرع الله واببيني يعني يعتقد رؤيك قلبية يعني واببيني لذلي دا بعقيدة انا احسن يرى ذلك احسن من شرع الله الشرعي خوا باشتراك فهو كافر عند جميع المسلمين فهو كافر وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل اما سورة كيمانزاني وحكم كشمانزاني ودليكشمانزاني اما حالتها كالتفضيلة سورة كالتفضيلة فهو كافر يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم عندما مسألك قلبية حكم بغير شرعي خواجنك بس اعتقادي وابب اعتقادي وابب اعتقادي وابب عندما يعتقد ان حكم غير الله تعالى ما يفضل من حكم الله تعالى مسألة الدوم التفضيل أمر قلبي ما يقول لك ما يقول لك ما يقول لك يقول لك فتوى كلمة الشيخ بن عثيمين لا كتاة أصول الثلاثة اعتقادي حكم بحكم شرعك وانا حكم غير شرعك حكم غير شرعي بلاب وانا حكم فتوى غلطة اصولي ثلاثة اخوان بشرحي ابن عثيمين لأخيرها فتوى كدر بينا مناقشة وانا حكم غلطة ابي بلين غلطة لكي حكم بحكم بلغانيا لبار اعتقادي تفضيله بلغانيا لبار مصطحات لبار ترس لبار كوماليش يعني مجرد حكم نكذ بشرع لبار تفضيله بلغانيا أمر على آخر تفضيله برباور روابك أميان لأيان باشترا أملا أو باشترا أقول وما كان أمرا قلبيا أجرش تيق قلبيا تقول أجرش تيق قلبيا آيات شن بزانين فلان كسك حكم باشرناك لبر أويك أميان لأيان باشترا زاني فإنه لا يعرف إلا بالتصريح نابي بين بلين ما دم حق باشرناك يعني جقل الشرعي بلاو بسنتلا نخير ببراش كاوي بي بي سين لخوي فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بما في النفس إلا بلين من باور موايا المسألة الثالثة لا أثر للقرائن أنجاب هوري بالقجناخ والله ها فلان نشتي ويتها فلان نشتي كده ها نادي زورة ها مشروبات زورة ها قراني زورة ها فلان زورة أمان قرائن أمان بلقن أمان أخو يعني أمان أخو إلا تصريح لا أثر القرائن في الحكم على صاحب الفعلي بأنه مفضل إلا بي خويشي بيت إلا تفضيل بكات خويبي بالله أم من باور موايا أميان لأويان باشترا الحالة الخامسة حالتي بي أنزم لحكم كذن با شرعي جغل شرعي إخواء صورتها المساوات عفوا المساوات يعني كسب الله شرعي إخواء جغل شرعي إخواء هالقانوني بي يركسيك بي وكشيك واعي حكم يعني يكشت صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا تساوي حكم غير الله مع حكم الله يعني بالله حكم إخواء وحكم غير حكم إخوائك أما بي أنزل المساوات حكم أم جورتش اتفقوا علماء يكدنق لسرش اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة أميش إنسان لدينا لك أدره إنسان بي كافر دبي كفر أكبر شنك حكم إخواء وحكم غير إخواء وكشيك نين دليل ذلك أن معتقد هذا مكذب دي سانوة بلقك أويك هركس وادابنيد حكم إخواء وحكم غير إخواء شن يكن وكشيك وان ريك باوربم آياتنا بوا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني بكشيك نين إن الدين عند الله الإسلام دينك معتبر بي خواء قبولي كإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حكم خواء وحكم غير إخواء يكنين مساواتنين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله حكما هكذا سيح حكم وكو حكم خواء شاكنية بوا يكسانن قال ابن باز رحمه الله معلقا على الناقض الرابع من نواقض الإسلام شيخ بن باز كانت كتعليق لسر هل وشين رويت شوارم لكتيبي نواقض الإسلام الشيخ محمد أقوهاب داوى ويدخل في هذا القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شرائعة الإسلام أو أنها مساوية له أو أنه يجوز التحاكم إليها أفضل من شرائعة الإسلام أفضل من شرائعة الإسلام أو أنها مساوية لسيبنس المساوات أو أنها مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها لسيبنس التبديل التبديل جوري ششرنا كده كأن الناس لا يتعلق لطinee الناس ونتعلم هي حالة الأنسية وأتعلق بأسباب الأنساس ما سي Epic أو أننا مسألке ما سيحدث تحقيق نواقب أيها المسألة و أنتم التحاكم و أنتم التحاكم و أنتم التحاكم تحتverage في المسألة يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم كمسألة قلبية قالت حكم جنكا بغير شرعيخوا بس بل يا يكسان شرعيخوا وغير شرعيخوا يكسان كفر ما دام يعتقد مساوات حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى المسألة الثانية اعتقاد المساوات أمر قلبي مسألة علمية دون حكم دين يعني حكم بشرع بغير شرع ويكدابنا بس يا أعزاني بدلا اعتقاد المساوات وذلك أن حقيقته أن يعتقد التساوية بين أمرين هو يكبر باوري شرعيخوا جغل شرع ويكوان ندليده سيهم أفهم أقول وما كان أمرا قلبيا أقول شتيك قلبي بس بس يا أعزاني إلا بالتصريح نعم يا بلين ما دام حكم بغير شرع كدوى إذن شرع وغير شرع لا يكا نخير لو عني لا يكنا بي بلان برجوان ديكي هبه ترسيكي هبه تاون باربه هر شيكي هاي لا يعرف إلا بالتصريح بما في النفس المسألة الثالثة لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل برين ما دام أو أويكي إذن كافر أو أوى نا بأنه يعتقد المساعد برين بلوا ورواية كيكسان نخير الحالة السادسة التبديل التبديل تبديل كامية أويكيوتي أنه يجوز التحاكم يعني كسي كشرع إخوا حكم بيناكا أشيبه غير شرع إخوا الله يدرسيش الله يدرس بلان شي مساواة نية تفضيل نية تكذيب نية جحودش نية واستحلالش نية استحلال من زاني جحود من زاني تكذيبش من زاني تفضيلش من زاني ومساواة أمينا حكم بغير شرعكات الله يحلال تبديل أما تبديل قوري نوي الشرع لقلب حلالدانانيا قوري نوي شرع يعني كثيرا جوري كبيرا استحلال تبديل السباسي شي ششم استبدال جني استبدال كامية استبدال أمية توبا ما الشرع حكمنا بما حكمك ضليلا قلنا به ضليلا قلنا به بايدا قلنا به استبدال ودواي التبديل بايدا قلنا بتبديل بما تبديل أميان حكمناك أو يان عليها الله أي أن يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أن ما حكم به هو حكم الله يعني يعني بالله درست حكم خوايا أو يكام حكم خوايا يعني درست أمشي أمجوريان كفري أكبر يعني شرعي خواد غريوة 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 باشلي كتير يعني شتئك حكم خوايا علي حكم خوايا درست أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ويزعم أن ما حكم به هو حكم الله بالله استبدال وانيا استبدال ويكتوب غير حكم خوايا حكم أجزاني نال حكم خوايا حكم أمجور كتبديل حكم اتفق على أن هذه الحالة مكفرة الكفرة الأكبر أميان كفرة دليل ذلك الإجماع دليل ذلك الإجماع يعني علماء يقدنق لسد أويك أماء كفرة قال ابن تيمية رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدن باتفاق الفقه الشيخ والسلام تيمية فرمي إنسان كيف حرام أو اتفاق لسدك حرام حلال باتفاق كافرا أو كافرا حرام حرام باتفاق لسدك أو بدل الشرع الشرع كافرا مرتدن باتفاقي الفقه باتفاق وتتعلق بهذه الحالة مسائل يعني بمحلط المسألة باستن قرن ما مسألة باتفاق باتفاق لدرس كثيرا باتفاق دعيب شهر حالة استبدال واني تير لدرس تكميل انشاء الله بوئي ذات المعنو تانيك لحالة الشيخ كتا حالة لوانيك باتفاق باتفاق هر شش ام حالة كفري اكبر نباري اكمو بوخوان بوه بوه مخلق حكم نكردن بشارع زور غولية هيچ حكم نكردن ايك نية بحكم إلا كفر بويا يعني كاتيك ام آتانا اخواني نوال سالي هاتوا تب يبزانين يبزان اشتي غولية بويا تائران بكفري اكبر هاتوا بلا موسي او حالة او مسائلاني كفر يبزان بحالة الشمال درس كتير انشاء اللہ باوردی بالتفصيل وصلا اللہ على سيدنا محمد شهد اللہ انه لا إله إلا هو والملائكة وؤلو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم موسيقى موسيقى